استقبل اليوم وزير وشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان عمامرة بقصر السلام من قبل رئيس جمهورية العراق برهم صالح وبهذه المناسبة سلم العمامرة إلى الرئيس العراقي رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد بون وابلغه تحكياته الخاصة والخالصة وتطلعه لمواصلة مسيرة لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية لتجمع بين البلدين الشقيقين أشهد الرئيس سابرهم صالح بعمق العلاقات الثنائية وبالتنسيق القائم بين البلدين في ذل تطبق مواقفها حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية كما كلف الوزير العمامرة بتبلغ تهانيه الحارة لأخيه رئيس بون وإلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال معربا عن التزام العراقي بالمساهمة النوعية في إنجاح القمة العربية التي ستنعقد بالجزائر كما شكل لقاء فرصة لإجراء محادثات تارية حول الأوضاع في الفضاء العربي والسبل الكفيلة بتمكين دول المنطقة من مواجهة تحديات مشتركة الراهنة وكذا العمل على تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس